السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة كنت مني ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير ولا اعجبكم ما تنسوا تشاركوا في القناة اللي ما مشتركينش في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد وبسم الله قد نبدو وجبتنا اليوم ان شاء الله بسم الله على بركات الله قد نجيب احد الايناء اللي غد ندير فيه شو كيسان اونس دي الدقيق الفينو الدقيق اللي كيكون شوية رطب ماشي سميدة ثم اشفتوا معايا يعني الفينو كيكون شوية رقيق على السميدة كنزيد نس كاس وغدي ندير واحد المعلقة ديال الحليب بودرة الى ما موجودش كنت قدروا نديروا كاس ديال الحليب على حسب وكندير هنا يا ملحة حسب الضوك وكندير الخميرة حد عشرة غرام ديال الحليب على حسب الجو كندير شوية ديال السقار وكندير هنا تلازة معلقة ديال السقار ساندة وكندير هنا تلازة معلقة ديالزيت للزيتون او الزيت البلدية كندير معلقة اللولة ومعلقة التانية تلازة معلقة تلازة غدي نجيب شوية ديال الزيتر غدي نحكوه في العجين حال هكا كنحكوه بالدينة كيكون منقية وغدي نبدو نخلط بالمدافي كندير كاس اللول كاس ديال الماء ما يعادل ميو ستين ميليليليتر غدي الكاس ركي عادل كاس ديال العنبة وغدي نزيد الكاس الثاني غدي نعجنو غدي نخليهم طلوق لانه الفينو كيشرب الماء وكنجمع بحال هكا باطرف الاصابع هنا ما كنترش باش نندلكوه ما شفتو معايا كيفاش هو مرخي كنزيد شوية كنرش شوية بيدي وكنجمع نستمر عليه بحال هكا صافي وكندلكوه بحال هكا بحال لكندلكوه بغرير لانه كنخليوه هكا مطلوق لعجينة مطلوقة وكنزيد كنرش شوية بشوية ديال المدافي حتى كي تطلق بسيان هناك كتجي لعجينة خفيفة ثم ما شفتو معايا كيفاش تلقات بحال هكا رسا هلت العجينة هدي نزيد شوية ديال الما ونغطي عليها صافي وكنخليها كنتختامر واحد شوية ماشي بزاف صافي غضي يجيب المقلة ديالنا اللي فرشت لها الورق ديال الطبخ وكندردراها كبس ميدة غادي ندير هاد العجينة بعد ما خليتها وحداشرة دقيقة احترتاحت صافينا غادي ندهني ديف شوية ديال الزيت باش ما تلصصق شو معنا العجينة في ديالي غادي نحطها هنايا وغادي نحاول باش ننقرسها على الشكل دائري شو ما شفتو العجينة معنا را نطلقها صافي غادي نبدأ نستعن بالدقيق هناك تلصصق وغادي ندير الدقيق باش كنقرسها ونقادها هناك نحاول باش الققها كندير على على القد ديال المقلة نعندي هناي المقلة سقيلة فاش غادي نطيبها وبالوسط كن نرققها مزيان وهك الجوانب كنخليهم شوية طالعين كنستعن بالدقيق وكنقاد والوسط ديالها ضروري ما كيكون رقيق وحنا كنقادو بحل هكا كنقرسوها مقادة غادي ندير وحد الفورشيت هكا وغادي نخرج هاد العجينة ندير هاد توقع بحل هكا كن توقع بزيان لان العجينة ما الجينة احنا يتنعجنوها حتى كتختامر لانها كتكون مطلوقة ضغية كتختامر هنا غادي ندير وحد لصوص ديال الطماط او صلصة الضباطين انا عندي هنا يا جاهزة كنوجدها وكنخليها كفت اللاجة الوقت اللي بغيناها كتكون موجودة كندها الجوانب بحلقة كنصرحها مزيان فوق العجينة لان احنا غادي نلجينا غادي نطيبو كل شي فمرة غادي ندير شوية ديال فروماج او الجبن المتزرين له غادي نجيب هنا يا عندي الفلح مرة اللي قطعتها هكا مرصوة تلقاق صافي وغادي نستفها بحل هكا نقدروا نديرو الحمراء نقدروا نديرو الخضراء اللي موجودة عندنا او صفرة على حسب اللي متوفر في الدار نستفها كرقيقة وانا رققتها باش مضغيقة طيب ما كتوجد نزيد وستمروا عليه حتى كنكملوها كاملة صافي وغادي نجيب هنا يا عندي التونة بعد ما حيت لها الزيت كنفتتها بحلقة من الفوق يعني هادي البيتزارة ضغية كتوجد ما كتتعطلش كل شي كنطيبوه في مرة كندر هنا يا شوية دي الضراء هذا كيبقى اختياري وغادي نزيد شوية دي الفروماج صافي وغادي ندخلها الفران كندخلها على درجة الحرارة ميتين واربعين حتى كتبدا الطيب وكتبدا التحمر بعدها باش غادي نخرجها ثم وشفتوا معايا كيفاش طابت وغادي نزيد شوية دي الفروماج بحل هكا الفروماج اللي بقى عندي كنضيفو لها صافي وكن زينها بزيتون كحل وكن عود دخل هالفران واحدة ثلاثة دقيقة حتى كيدو بلين هالفروماج كنزيد شوية دي الزطر من الفوق وحل الكمية قليلة دي الزطر باش ينسم صافي وكن نرجع الفران حتى كيدو بلين هكا الجبن ونخرجوها بصحة وراحة يا غادي نقطعها وشوفوا معايا القوام ديالها كيفاشجها وكتجي لديدة وضغية كتوجد مما كتتعطلش كيف ما قلت لكم هادي في ضرف خمسة وثلاثين دقيقة رها كتكون موجودة ثم هتشوفوا كيفاش دايرة كتجي لديدة وما تنسوش لعجبكم الفيديو ما تنسوش شاركوا في القناة وضغطوا الجرس بش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته